السلام عليكم كيف الحالة اليوم عندنا الجزء الثاني أو الحلقة الثانية من أسئلة كمبيوتر هذا اسم السلسلة الجديدة لأنه صراحة أسئلة سناب أنا أحصر نفسي على سناب فممكن بكرة تسألوني في تطبيق ثاني إلى آخر يا ما أدري فأسئلة كمبيوتر هي أكثر شي يجيني فهذه السلسلة موجهة للناس اللي بيعرفوا الأجوبة والسبب أني أصور بضطريقة عشان ما تركز فوجي تركز في السؤال اللي يطلع هنا قدامك فخلونا نبدأ بسؤال سريع هنا راندم يلله فز يقول أنا بس تفسر عن معالج محتار بس بعرف الفرق بين معالج i5-9600K و i5-9400F طيب يا فز كلهم الأثنين ذولي زي بعض تقريبا في الأداء كلهم ستة عنوية الفرق الكبير أنه 9400F ما يقبل كسر السرعة 9600K أخوه الأكبر K يمكنك تكسر السرعة F معناها مو بس أنك ما تقدر تكسر السرعة عليه F معناها أنه هذا مافي كرت مدمج داخلي إنترغريتد حق انتل فعشان كذا سعره أرخص لكن ما تقدر تكسر السرعة فإذا أنت حق كسر لا أخذت 9600K أما هذا مناسب للناس الليب وشي رخيص ويدي في الألعاب أداء كويس وخلاص ما هو حق كسر وبيستمتعوا بألعاب فإنت حدد سعرك أما أداءهم في الألعاب متقارب جدا ولا توسوز فيهم في 9400F الكرت الداخلي ما بتحتاج لأنه كتفي الأخير كلنا كقامرز نركب كرت خارجي سواء نفيديا أو اي ام دي فهمت فما بتحتاج الداخلي حق انتل عندنا هنا يقول أنا عندي معالج آيفاف 4400 هل يطور الجهاز قصد تجميعة المطفرين اللي نزلناها آخر شيء؟ لا المعالج ذا ما يركب على ذلك الماذر بورد هذي قحقة اي ام دي تركب فيها مثلا تطور من معالجها الحالي الى رايزين 1200G بالنسبة اللي عندي بورد ستمية يكفي هل يطور الجهاز المستقبل انا اركب كرت 1650E وعادة تفصل الكرت اللي فيها تركب اي كرت حابه سؤال سريع ثاني من سراي 556 يقول أنا شاريت جميع محلية في 19000 ريال او 9000 ريال ليخرب بيت السعر ما ادري في كل الاحوال اي هو وضحك علي يعني سعر كرت الشاشة مثلا 1200 تلقاه في سوق المحلي ب 1900 بس كذا عباطي رفع السعر وانا يعني ما اعرف في بي سي كثير اخذت اعلى مواصفات في السوق الان عندي فلوس بدر وانا وديها طيب شوف عزيزي اذا 19000 انت ناصب عليك بكثير اذا 9000 برضو ناصب يعني لكن ما ادري ايش التجميع بالضبط انت ما ذكرتها لكن نقطتك اي نعم السوق المحلي دائما سلخ في سلخ مو كل المحلات فيه محلات محترمة من ضمنها اللي انا اتعامل معاهم ذحين وادرين ولكن انت في الاخير هذي فلوسك انت تحدد موقفك حط القطع مثلا في نيو ايج شوف السعر ناسبك شوف الشحن كم يطلع شوف الضريبة سوي سيرش وتحريات بسيطة ما تاخذ الا خمس دقائق اذا كان ربع ساعة بالتوفيق نروح لسؤال سريع ثاني من ها 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 قلب السلام عليكم بشكي لكم مشكلتي جراند فافي من موقع عرسلو الكود حملت تطبيق من راكستار جيت بحمله كاملة ثمانين قاقر مراضي طيب الصورة طارت انا شكلي اذا وغطت على الصورة خرجت شوف يا غالي جراند انت تشتريها من موقع وتتأكد انها تتفعل في السعودية المشكلة يكتبو لك يا اخي اذا ما انت متأكد كلمهم في الدعم قبل ما تشتريها اضمن الموسيقع من ستيم ألعاب معينة مثل جير البشر حيثين فم تتفعم المشكلة جراند من الؘtery توhorned اناه الكثير من اتحدث و الموجودين ادعة الجراند وهي ما من تجيه لان게요 الحلوصل بين السابه نروح لماها helорт السلام عليكم عندي مشكلة في البي سي أنه في ستتر في أكثر اللعب زي فورتنايت عندما يعلق الباستي قد تعلق تراق جامد في بعض المباني مش كامل الرندر طيب شوف ممكن يكون السبب أن يستعمل هارد ديستر من ديجيتال غرين أيوه هذا هو أنت جاوبت على نفسك كتب أقول لك الهارد ديستر غرين كمان الميكانيكي الغرين هذا أسوأ هارد ديستر بطيء ما هو مصمم للألعاب واللودنج مصمم لتخزين البيانات غرين حق حفل طاقة تخزين فيه وتنسى بياناتك لكن أنك تلعب عليه بمشكلة يسوي لك لودنج بطيء جدا لألعاب زي ما قلت رندر كل شيء مربعات فجأة يرجع يجب لك اس اس دي وكل دي القرف يروح وأنا بفضل اس اس دي ما تشتري ميكانيكي ثاني بلاك لا أخذ اس اس دي لأنه صار رخيصة الاس اس دي أرخص من زمان بكثير ذحن فالمفروض أنك تشتري اس اس دي مارتن اكس عشرين السلام عليكم كما أريد تجميع بثمانية الاف خمسمية حق غيمينج سؤال الثاني تنصح احن ايم دي ولا انتل أنا نفسي بام دي أكثر بس طبعا أبو نصيحي منك انت حاب ايم دي خذها عندهم الاخيرة رايزين ثلاثة الاف انتل لسه ما رد وخذ منها ليش لا أشتريها كويس وسعر وشافت أداءها مرة كويس بالنسبة لتجميع بثمانية الاف خمسمية أنا ما يحضرني ذا حين أردد لك القطع لأنه تاخذ وقت بسيط الموضوع بي سي برت بي كار ضبط قطعك على ايم دي رايزين الأخيرة وحطها في البي سي برت ويقول لك القطع متوافقة اختار المناسب لسعرك في الأخير انت الموقع مضبطها لك بالترتيب نروح لسؤال على راندم مشعل أنا عندي الانترال في 2013 عندي نظام الايكو ياهو يا أخوان الأسئلة هذه مشكلة أنا سنابي واحد هذه المشكلة لا أدري أسوى سنابي ثاني قروشة لكن دحكار ممكن تسألني هناك في اليوتيوب ونجاوبك هناك إن شاء الله في فقرة أو ما أدري التعليقات يجاوبوك لكن بما أنك سألت هنا الصلة من نفس برنامج السيارة يعني الأزرار اللي تيجي على الدراسة ايش؟ هل تنصحنا قاله وشاب وهل له علاقة بتوفي ربنزين أفصله دراكسون أقفله صححت وتحت لا أنا اللي عندي هرجت ثانية اللي في المقطع شرحت يا أخي الأيكو اللي عندي مختلف عن أي أكو علامة الأيكو اللي في الأكارد ذيك 6 سلندر تويوتا كاملة ما استخدمت ذا النظام ولا هونداي ولا شركات كثيرة فما عندك ذا النظام ايكو اللي عندك يختلف ضغطة الزر ايكو ما تسوي شيء إلا أنها تخلي الاربئم دائما قليل لما تدوس فل ما تخليك تدوس أظن لن نهاية الاربئم تعشق بدري زي كذا فأشان يحسن الصرفية لكن أنا اللي عندي مختلف ثاني هرجت أنه يفصل سلندرات نروح لسؤال عشان العيد قرب يا عسى عيونك ما تشوفي إلا السعادة عيسى أضحك لا أحاوله ولا أقول الله يا حبيبي وأنت من الفائزين حياك طيب السؤال من هنا الزومبي ضد النباتات يشخ لا يا أخي لا ترتل تكفى أنا طلبت لابت بلقيت النظام التشغيل حقه دوس مو ويندوز هل أقدر غيره أي عادي دوس يجي ما في ولا ويندوز فأروح شوف مقطة حق الويندوز 10 راح يضبط لك الموضوع ثبت الويندوز 10 عندي جهاز طفشتين كل شيء مشكلة ماذا؟ عند الرجال بما حصلت نمت خلت الجهاز شغلت وقعا نحدث الجهاز من نفس الصحيط وشوف الجهاز يشتغل ويطفي من نفسه أكثر من 10 مرات قلت يمكن يتحدث وساعة ساعتين نفس الموضوع دخلت البيس سيف مود خاف إن خوص فيه شيء يجيب العيد سحبت شكله صار شيء يا بتحديد صار غلط ما أدري هذا شيء غريب بصراحة أنه يحدث ويخرب لك الجهاز ما قد صارت لعموما نشوف يمكن فيه كان فيروس أنا ما أدري بالضبط مشاكل السوفتير بحر لكن بيختصار شديد بما أنه يقول لك بوت معناة الشكله ما فيه ويندوز أو الويندوز في واحد من الأثنين بس لازم تضغط عليه من الهارد اسكنذل جرب ما ضبط ما فيه إلا بس كذا نظام دوسي يطلع لك كذا كتابات أسود وبيض معناة الويندوز ضرب خرب صار شيء الله أعلم ايش ما نقدر نفسره فأفضل حل أسرح حل تفرمت ثبت ويندوز جديد ما يحتاج تفرمت إذا كان هناك بيانات حساسية ثبت ويندوز لكي تخش على بياناتك تحفظها عندك وبعد ذلك تفرمت فرمت نظيفة من البداية وانتهانا وماذا هذا المشكلة وماذا هذا السالف هذا بيسي بارت بقر حتى جميعا يقول لك إذا لم تفرمت مددتو سلط وان شارس ايو شوف هذا ما عليك منه يقول إنه إذا شبكت مددتو رح يلغي ساتا من الست اللي عندك أو يشتركوا مع بعض عفوا أسحب عليه رح تشبك مددتو رح تشبك ممكن اس اس دي و ساتا وان عندك ست منافذ واحد منهم رح يقفل السادس غالبا طيز ما عليك هذه تنبيه بس ما هو خلل ما في شيء وهنا يقول لك تحذير تقريبا تسليكي عشان يبرؤ نفسهم راماتك ما جب لك الأنقاط حمرة صح دي دي ار فور دي دي ار فور خلاص لا تخاف خذها وما رح يصير شيء هو بس خايف إنه الرام تكون أطول بشوية إنه ما تنشبك بسبب الهيتسينك يعني يصقع فوق شوي آآ ما بس هو يعني فهمت اللي يخاف طيب يوسف كرافت السلام عليكم جاءت المشكلة في لابتوب بي هذه وشي بالضبط ويندوز كانت تفاين تسي يوزر اي اكسي ميك شور يو تايب تايم كريكتلي طيب الملف هذا اللي موجود في ميكروسوفت ويندوز واخر شي اي اكسي تور اه ها تور ها برنامج تور ها طيب 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 بلاغ بلاغ يوسف كرافت سوفر ها يعني اضافüyorum طيب 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 شاشتين اي اعادي 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 او الخمسين تي اي يبوي بيبتشبك شاشتين الشاشة اللو اللي بتلعب عليها الخريمات هو الكرف عليها الشاشة الثانية ما بتاخذ من استهلاك الكرد ولا شي 1 ف المية او اقل حتى ولا شي لا يوجد شيء الفقدة هذا رسل صورة فاري حتى صابوا من بيتنا دا حماس اما يقلدوا اسمي ماذا ذا؟ في فاري اسمه دا حماس استغفر الله مثل 1030 ما يدعمه شادو بلاي طيب انت ما عندك شادو بلاي حلو افضل حل انك تجيب برنامج اسمه اكشن كويس اكشن مريلياس اكشن اسمه حمل واجرب المجاني ممكن انك تشتريه من ستيم موجود ورهيب و افضل حل طيب مجاني او بي اس بردو كويس بس ضبط العددات التصوير طيب نشوف سؤال هذا رسل الاشياء مدريش اخذ كأنك تصور حلقة ايه مبروك صورت الحلقة انت جيت في الحلقة قصدي ايش راك اخذ شاشة منهم اول واحد ازاس بي جي 29 اتعيل لنفس اللي عندي انا مدح ان اخذها بس بشوف في الشاشتين الثاني ايسر برضو مشابهة لحقتي لكن الفرق انها 144 ما هي 165 بس انا اقول لك منذ حين انه ماهو فرق الصراحة مافي فرق يعني بين 144 و 165 شعرب تافه جدا ما تسوى اه 550 دولار طيب كلهم جيسين كلهم اي بي اس شاشتين هذه جربتهم انا فالما جربتهم هي اللي بناء علي قررت اخذ الازوس فانت قاعد ترجعني للماضي الازوس بس زيادة 80 دولار عن الايسر تقريبا فشوف انا جربتهم الاثنين متشابهين في المواصفات لكن قاعدة الايسر ما عجبتني عريضة بزيادة يمكن تعجبك لكن كلهم زي بعض في المواصفات الداخلية فشي راجع عليك لكن يعني انا عن نفسي ازوس الكاس شكله رهيب طيب نشوف هنا موك انسحب علي وش انسحب عليك يا شخان ادق عليك ها يلا جاوب جاوب طيب ما يجاوب نشوف هيرو نقطتين حب حب 69 ها 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 ما ادري وش بذاء طيب نروح لانوس ها رد علي هلا ما حدي رد ها رد هلا حبيبنا وش تسالف وش اسمك وش اسمك النوس القلب وردي ما تستحنت على وجهك وش افا ها اتدخل 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 القلب الوردي النوس اسمي أنس اه ها أنس يعني ايه لش تسب ليش اي تدلع نفسك اي تصب ضيب وش بلاذة اي اي ما صبتك اتخمت علي شواضع كانت يا اخي على رأس انت وش فيه كانت يسال بش السالفة اي بس شيرك حياك الله اه اي شسم الحنة اللي عندك سبورت ريكورد صح قولوا ان المكينتها مو كويسة كلها السيارة مو كويسة هذا هو مو كويسة لان فيها نظام فصل السلندرات هو اللي يعدم الزيت اللي ينحرق اذا نقص الزيت فجأة نعدمت المكينة حديد في حديد هذا اول سبب من ضمن فصل السلندرات البواجي تنعدم وتخرب الكراسي مشاكل هذا هو عشان كذا انا لغيت النظام عشان الست سلندر تعيش معي الزبدة اذكر عافي ما قصرت ان شاء الله اي شي نحتاج نكلمك ابشر ما عليك الله يسلمك مع السلامة النوس قلب وردي طيب اخر سؤال عشان الوقت السلام عليكم سعدان كيف الحال اوه شكرك ثاني ابي اسال كبير خاص قد على تصوير تركب على الاكسبوكس والله شوف اه القاتو انا لو مكانك راعي كونسولة بصور القاتو خذ الاخيرة game capture 60 frame 10 ATV الفركة ما تحتاجة انا اشوف 60 frame 10 ATV مرة كويس للكونسول تصوير يعني يجي ممتاز هذه اسئلتنا لهذا الحلق اعطيكم العافة انا عارف ياصلت السيارة فجأة طلعت لكن نفيد المجتمع اعطيكم العافة شكرا لكم السلام عليكم اشتركوا في القناة